ويا صباح الخيرات والباكات على كل رسالة اليو انا حبيتها حلوة لاحظ الصور حتشوف شخص وعدة حيوانات بطاقة هذه الرسالة هي على شخص له القدرة اختيارين يأما هو شخص له القدرة انه يتحول لعدة حيوانات يأما هو حيوان واحد مثلا ذئب وإلى القدرة انه يتحول لعدة الحيوان هذا طبعا شي ما تكون في القبائل سابقا المهم رسالة هذه البطاقة طبعا الشرح كله هتلاقوه مكتوب في حسابي في الانستقام تحت هذا الفيديو فرسالة هذه البطاقة معناه انه انت عندك تحولات هتصير بحياتك وانت بايدك انه تصنع واقعك وهذا الحاجة احنا حجيناها سابقا وانت بايدك تتحول من وضع سلبي الى وضع ايجابي لانه يكونش موجود بداخلك هذه البطاقة اليوم يقول لك انه حاول انك تعمل لك تأمل يعني فقط اجد الجسم وريحة ممكن شغلك موسيقى ممكن بدون موسيقى وركز فقط على تنفساتك الطبيعية الشهيق والزفير وشوف الصورة قبل طبعا قبل ما تسوي التأمل لاحظ الصورة شون اكثر حيوان انت حبيت هل هو الافعة هل هو النسر هل هو الكلب او الذئب او النمر الموجود هنا او القط او اي حيوان حتى لو ما موجود هنا اي حيوان انه انت تحس نفسك قريب لهذا الحيوان او تحبه فمعنى عنده رسالة روحية اليك فسوي لك تأمل وشوف شون اقرب حيوان يجب بالك فورا بدون حتى تفكير وحاول تتخيل نفسك انت هذا الحيوان يعني مثلا اذا اختاريت الكلب حاول تتخيل انت نفسك هذا الكلب فالسالفة وين انه انت رح يصير عندك القدرة على انه تكتشف هباتك الروحية من خلال عين الحيوان لان الحيوانات هم عبارة عن ارواح مقدسة افوان توصلنا رسالة رح تشوف نفسك من عين الحيوان ورح تعرف شون تقدر تتكيف مع الظروف اللي اتقاعدت مر بيها الشيء رح كلها تلاقوهن جوه بالرابط على الاستجرام تحت هذا الفيديو ما معنى انت رح تكتشف هباتك الروحية افوان ورح تقدر يعني لما تكتشف هذي الهبات الروحية من خلال التأمل طبعا اكيد رح تقدر انه تساعد نفسك وتساعد الاخرين على ذلك اذا مثلا انت عندك حيوان مريض صدف انه انت عندك حيوان مريض فالطمن هو رح يتشافه ورح يوصل لك الدواء ورح تتمكن من يعني رح توصل للعناية ورح يتشافه بإذن الله تعالى وهذي كانت رسالة اليوم حبيت هاكل شيء ان احب الحيوانات اصلا نباتية فيغن فاحب الحيوانات اكيد وصباحكم حب في حب وكانت فياكم نوكا ازي اشتركوا في القناة